اشتركوا في القناة قصة اليوم عن تدبير ربنا العجيب من خلال قصة شاب فلاح مزارع عاش في وارسو في بولندا في ايام حكم القياصرة وملوك اوروبا والفلاح ده كان اسمه دوبري وكان متجوز وعنده ولدين وكان بيشتغل عنده واحد من الاقطاعيين اللي عندهم اراضي زراعية مساحتها كبيرة وعندهم اعداد كتيرة من العمال الزراعيين اللي بيفلحوا الارض ويزرعوها وكانوا بيقوموا باعمال شقة جدا ولما كان دوبري واحد منهم فاصابوا الام شديدة في ظهره وده منعوا من القيام بالاعمال الزراعية الشقة ولكن صاحب الشغل ادى له مهلت شهرين يتعافى فيهم ويرجع لشغله مرة تانية بس للأسف دوبري مقدرش يستقنف شغله كالمعتاد فاضطر وقتها صاحب الشغل يفصلوا من الشغل مش بس كده ولكن طلب منه يخلي البيت اللي كانوا سكنين فيه هو وعيلته وده له مهلة وحدد لهم معاد نهائي عشان يمشوا من السكن بالزوء بدل ما يطردهم في الشارع هو واسرته ده الامر جدا الاسرة الفقيرة بقوا مش عارفين يروحوا فين ولا ييجوا منين وكان دوبري مؤمن حقيقي بربنا وواثق في موعده ولكن الاختبار الاخير ده كان صعب عليه جدا وكان اكبر من ان هو يستوعبه وتهيق له ان المشكلة مستعصية ومتقفلة قدامه وملهاش حل لكن فضل متمسك بوعود ربنا وكان بيصلي بلجاجة كل يوم لربنا بتضرع ودموع وقبل معاد الاخلاء المحدد ليهم بكم يوم جمع اسرته وطلب من مراته وولاده ان هم يصلوا معاه وركعوا مع بعض على الارض بانسحاق قلب طالبين مراحم ربنا القادر على كل شيء وبعد ما صلوا بخشوع ودموع وتضرع شعروا براحة في قلبهم فقعدوا يرنموا بعض الصلاة ترنيمة جميلة وترجمة القرار بتاعها بيقول ليس كما تفكر ولا كما افكر الله يدبر وما هي الا لحظات وحصلت حاجة غريبة جدا اغرب من الخيال في البداية سمعوا صوت طائر بينقر على الطاقة المقفولة لأعلى الجدار فلما فتحوا الطاقة لقوا الغراب اللي كان والده بريه قبل ما يموت بفترة قسيرة بيربيه وبيعطف عليه عشان كده كان بيتردد على البيت من وقت للتاني عشان يأكل لقيوه دخل من الطاقة وفي منقاره حاجة بتلمع رماها على الارض التقطها دوبريه فلقاه خاتم دهب مرصع ويبدو انه ثمين جدا ففرحت الاسرة باستجابة ربنا للصلا بالهدية اللي ربنا بعتها لهم وانه استجاب لصلاتهم ولكن دوبريه كان مدقق جدا في حياته واحتار في الامر وقال احنا ما ينفعش نستولى على الخاتم وناخده بدون وجه حق واحنا مش عارفين مين صاحبه وازاي لقاه الغراب وجابه لنا فقرر يروح الكنيسة تاني يوم يطلب مشورة ابونا الكاهن فلما ابونا فحص الخاتم كويس لقى محفور عليه من جوه اسم صاحبه ويا للعجب الخاتم طلع بتاع الملك استاصلوف ملك بولونيا فقرر ابونا انه ياخد معاه دوبريه ويروحوا للملك وبالفعل اخده معاد وفي المعاد المحدد اتقابله مع الملك ورد ابونا الخاتم للملك ففرح جدا انه رجع له بعد ما ضاع منه في رحلة سيد ولما عرف الملك قصة الاسرة الفقيرة البائسة واللي هم فيه وحكاية الغراب فتأثر جدا لقوة ايمانهم وسلطهم القوية بربنا وامنتهم انه هم ما تمعوش في الخاتم بتاع الملك بالرغم منه خاتم ثمين وغالي جدا فامر الملك بان هو بنلهم بيت جميل في املاك الملك ويرسموا على عتبته اللي فوق سورة غراب في منقاره خاتم ويكتبوا تحت السورة قرار الترنيمة ليس كما تفكر ولا كما افكر الله يدبر الله طرقه عجيبة وغريبة فهو ضابط الكل ومن عزم محبته لأولاده يسخر لهم الطبيعة والكائنات جميعها فهو يدبر بطريقته ليس كما نفكر نحن أبدا بل يدبر بما لا يخطر على قلب بشر أبدا فإطمئن اطلبه فقط ودع له الطريقة وثق أنه سيدبر الأمر ودع الأمر لمن بيده الأمر ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين لو عجبك محتوى القناة ياريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وإذا عجبكم الفيديو ده ياريت تعمله لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد يستفيدوا منه وإلى اللقاء سلام ترجمة نانسي قنقر